عبر موجات راديو ميد في ستاد ميد البداية كما استنشتوا بينا وكما عودناكم البداية ديما بالصحافة المكتوبة أبرز عنوين الصحافة المكتوبة مع مهدي بن سليمن عسلام من جديد أمير هذه معرض الصحافة جديد نستعرض معكم من خلال أهم عنوين الصحافة المكتوبة التونسية فيما يخص الشأن الرياضي المحلي بتاريخ اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 فقرة بيش تكون مخصة لمشاركة أنديتنا القارية في الويكانت والبداية بممثل تونس الأول اللي لعب نهار الجمعة الحديث على النجم الرياضي الساحلي اللي يتمكن من تحقيق فيكتوار بريسيوس ضد الهلال السوداني في رادس تخليه يتشبث بأماله في الترشح ويبعثر لوراق في الجروب سي هدف جاك مبي المنقف كي معانون التونس إبدو اللي قائل اللي تلعب فوق أرضية ميدان مبلولة ورادئة كان متجه للتعادل واللي ما يخدمش مصلحة ممثل تونس لكن مبي كان عنده رأي آخر في دقيقة 88 وقضيفة البرامي الدزويت يمنح بها الانتصار الثامين الفريقه ويرجعه في الكورسة لتوال حقق الأهم وهو الانتصار لكن هذا ما يحجبش للأكون والنقائس اللي يشهدها الفريق مؤخرا اللي فقد بريقه نوعا ما اللي ما جميل أداء اللي قدمه سير تيران ضد الهلال السوداني إن بريستاسيون مش مقنعة رغم الانتصار ومشاكل في خلق الفرص السانحة للتسجيل وجوم لتوالف قد نجاعته في المسابقة هذه وحتى هدف جاء عن طريق لعب متوسط ميدان دفاعي وانتقادات كبيرة حول الخطة اللي متشبث بها المدرب عماد بن يونس واللي تطرح عديد النقاط الاستفهام حول شواء تكتيك متاع المدرب وموصلة اعتماده على لؤي بن حسين في خط الظهير في حين اللعب هو بالأساس جناح غيابه الحلول الهجومية خلى الفريق يظهر وفيها عديد الاخلالات وفقدين واضح للتواصل بين الخطوط الثلاثة خلات المهاجمين في عزلة تامة في ذل هذا الكل النقطة الموضيئة في النجم تقعد جمهوري اللي يعطونا الدخلة خيالية وعطووا الإجزام بالمتاع للسوبرتير في ديل اللي يقفوا مع فريقهم في الحالات الكل وجاوا بكثافة رغم الأمطار وظروف المناخية لغير الملائمة ليلة المقابلة ورغم الزوس خسائر في اللقاءات لولانين برافو جمهور ليتوال هم اللي جابوا الفيكتوار بشق الأنفس وحظ موفق في بقية المشوار وهبيك نحكيه على الأرقام مقابلة النجم والهلال السوداني الاستحواذ 51% للنجم 49% كان للهلال السوداني التزديد على المرمى أربع للنجم وأربع للهلال السوداني الفريق السوداني هل هو اللي يورى وجه محترم جدا ووجه مغاير عن كل توقعات التوانسة ولا النجم اللي مكانش في نهاره بالحقيقة المباراة كانت متوازنة من هنا ومن هنا لكن النجم أقوله أكثر أنه النجم مكانش في نهاره والزوز فرض وقت يعني الهلال السوداني فريق متميز يعني الناس اللي تعرف العمل يتعدى كان قريب حتى باش يخرج الأهل المصري في دوري أبطال أفريقيا من المجموع لو لا ركلت الجزاء اللي ذعت وقتها لكن الهلال السوداني فريق متميز ويمتلك إمكانيات كبيرة برشة الحقيقة ورينا حتى في مباراة ترجي والمباراة الكبيرة اللي قدمها لكن كي نحكيو عن النجم الساحلي الحقيقة حقق الأهم في المباراة هذه نتصور ثلاثة نقاط صحيح فما بعض المشاكل ولكن الشلوكي تحكي على الشواتك تيك متع المدرب وبعض العلول يمتشبث بها تقريبا النجم ما عندوش حلول لكن كي نحكيو أنه المدرب غير الفلسفة من ثلاثة مدافعين يعني من ثلاثة مدافعين لأربع مدافعين لأنه نحس في تغيير كبير برشة في وجه النجم الساحلي ورينا حتى في اللعب النقطة الإيجابية نعتبرها في المباراة هذه أنه فما كان قليب وروح وغرين طعمة بين الملعبية الحقيقة كانوا يحبوا فما رغبة في ردة الفعل فما رغبة باش الفريق يحقق ثلاثة نقاط وهذا اللي صار في المباراة الحقيقة برافو اللعبين نجم الساحلي اللي شرفوا الحقيقة شرفوا اللعبين الصحيفة أيضا اللي حكيت برشة نقاط أخرين كما أنه الهجوم ما كانش في أفضل حالاته نعرفه الملعبية الهجوميين خاصة في النجم الساحلي الحقيقة ما همش في قيمة النجم الساحلي ياسين الشماخي أو يوسف العبدالي أو غيره من الملعبية مش كلمة كبيرة كنقوله مش في قيمة النجم الساحلي وهبيهويس مع كل احترامي الرأيك بطبيعة كي نحكيه في ثلاثة مباريات فريق مساجل هدف وحيد في دور المجموعات اللي هنا نعرفه قيمة المواجمين يعني في دوري أبطال إفريقيا وفي مجموعة سعيبة ذم الترجي لهلال السوداني وبيترو أتليتيكو الفريق مساجل حتى هدف النجم الساحلي مساجل ولا هدف وحتى الاعتماد عليهم من عماد بن يونس غايب هنا نعرفه قيمتهم الملعب اللي حقيقة قاعد يقدم في أداء جيد ويتطور من المباراة الأخرى هو وراق العواني كي نحكيه عزوز من العبية الأخرين نحكيه على ياسين الشماخي واليوسف العبدالي مش لأن قصدينهم لملعبية ذوما ولا لا ولكن فم مريولرزين اسمه النجم الرياضي الساحلي وملعبية كبار لعبوا في الفريق هذايا على غيرار بغدد بن جاح عميني الشرميتي ياسين الشيخاوي يعني ملعبية تاريخيين كي نحكيه على فريق ومهاجمين كانت سجل في 15 هدف في الموسم و20 هدف ونجيه نحكيه على ملعبية في دور مجموعات يعني النجم الساحلي مسجل هدف وحيد لأنه نعرفه فهم برشة مشاكل الحقيقة في النجم الرياضي الساحلي مهدي مسلمان وصلوا مع أخبار للصحافة المكتوبة نتعدى الممثل تونس الثاني في أغلى المسابقات القرية الشمبيونز ليغ واللي مالو روزمونش هالتعاثر جديد بعد الإخسار المفاش أذد الهلال السوداني ثلاثة واحد في اللقاء الثاني المرة هذه التارجي ينقاد للتعادل المرير ذات بيترو أتليتيكو في رادس نلقاه عنوان في هذا السياق في اللقين متع جريدة الشروق مليارات مهدورة وانتدابات مخشوشة مشروع التارجي يحتاج للمراجعة الشروق حكيت على نزيف النقاط اللي عيشوا التارجي بعد تحقيق النقطة من أصل ستة نقاط ممكنة في زوز لقاءات واللي من شأنه بش يضع الحلم القاري تحت التهديد الصحيفة اللي وجهت أصابع الاتهام ديريكتمون لللاعبين وللكوتش في اللي سمته هي خذلان الجمهور بعد ما تنفس الفريق السعداء ديرنيارمون حصيلة ضعيفة وسلبية للتارجي اللي قدم روحه كمرشح بارز ودائم للتربع على العرش الكرة الافريقية التارجي فيرسيون طارق ثابت قدم مباراية كبيرة في اللي سمتها الشروق بروفت السوبر ليج لكنه ظهر أيضا بوجه الشاحب ويقلق الأحباء خاصة في الوقت الحساس كما هذا وفي منع رجل موسم وأي خطأ جديد من شأنه بش يخرج الفريق من المسابقة التارجي اللي كان في الماضي القريب متتوج بستة بطولات من التالية وزوز كؤوس افريقية من التالية أيضا وعود جمهوره بالألقاب يلقى روحه للأسف في موقف الصعيب ودوق أميخ الشروق عاينة الأسباب في اللي سمتوا هي بتراجع هيبة الفريق وفقدين الأنياب وقالت اللي السبب ما يكمنش في إفلاس المدربين وضعف اللاعبين بل السبب الرئيسي عفوا حسب الشروق هي في فترة الجفاف تكمن في العيوب والشوائب اللي تتسم بها السياسة العامة للنادي الفريق مشاه ضحية غياب التجديد والتحسين والهيئة اللي راكمت الخبرات وامتلكت المال افتقدت للرؤية الاستشرافية الضمان الصعود في صلة من النجاح والمجد وعلى الأقل البقاء في القمة المحلية والقارية هذا حسب الشروق بيه وهبي هنا خلنا حكيه على مقابلة التراجي التراجي رغم التعادل أمام بيترو أتليتيكو تراجي التعادل في أرضية ميدانهم جمهير ورغم التعادل اللي هي نتيجة في العادة في كورة القدم تعتبر إيجابية لا هي بيضة لا هي كحلة هيكو يخذ شوية في الجري معناها في الوسط تعادل نقطة أحسن من لا شي تراجي في المركز الثاني إلى الآن ولكن رغم هذا الغضب كبير برشا على المدرب طارق ثابت وعلى كذلك بعض الليعبين الحقيقة تراجي من بعد السوبرليك بعد توقف الدولي رينا الفيرسيون تامو عين شعباني رجعت في التراجي ممكن السوبرليك خلت يعني الملعبية متاع تراجي يتحمسه ولكن كنا نرجع على أرض الواقع ونشوفه مثلا مبارات بيترو أتليتيكو لحقيقة الشروق حكيت في برشا نقاط لكن فيما برشا حاجات للمراجعة أنه يجيك بيترو أتليتيكو يستحوذ على الكورة على أرضك وقدام جمهورك لحقيقة نقطة لزم برشا مراجعة عادي أنه فريق يستحوذ على الكورة قدامك ولكن كتلقاك تلعب على أرضية ميدانك بجمهورك وعندك ملعبية متميزين لهنا برشا نقاط المراجعة يعني وسط التراجي اللي بشركز عليه عنده الملعبية الموجودين ولكن كنشوفه في مبارات بيترو أتليتيكو فريق يرعب قدامك ومش خايف منك كيف الأخطاء الدفاعية اللي قاعدت تتسير وتتجدد لحقيقة من مبارات الأخرى يعني هنا نقاط استفهام التراجي ينتصور من أكثر المراكز اللي يستحق لهم ولعب بصفة عاجلة هو مركز محور الدفاع سيح عنده يسير مريحهم محمد أمينتو جاي لكن للأسف فسوز ملعبية هذوم ما يلقاوش كل ملعبية اللي يناجم ينافسهم يخليهم وهم ضمنين بلاستهم وكأنهم أصبحوا ضمنين بلاستهم اللي هما ملعبية أساسيين تحكي على المنافسة تقول هنا غياب المنافسة غياب المنافسة فما ملعبية في التراجي كي نحكيو على ملعبية برزو في وقت سابق يعني كي تلقاه قدامك ملعبي كبير بش يخليك تزيد تخدم أكثر ولا تلقاك فما منافسة في مركز معين بش تخدم أكثر بش تظهر اليوم في بعض الأحيان يعني نحكيو التراجي مثلا كظهير أيمن كان عنده في وقت ملوقات إيهاب المباركي وعنده سامحة دربالي جزوا ملعبية في مستوى جيد في وقتهم وكانت فيما منافسة كبيرة ببناتهم وكل مبارات للقاوم لاعبي تقريبا كيف كيف كانت في رأس الحرب يعني كان عنده يعني كنيانك سابقا مايكل إرامو حتى الملعبية اللي تخرج يعني تطلع من الصنف الأمال وقال اللي يجيو ملعبية محليين أخرين يعني القاوم لاعبي نجموا يتعلموا منهم يخليه ويزيد يقدموا أكثر اليوم نشوفه كأنه فما ملعبية في التراجي ضامنين بلاستهم ماهيش بشتتفك كما الإجزومبل متعيسين مريح ومن توجي يعني ملعبية باقية في يعني حارس كما أمان الله مميش حارس ما شاء الله عليه يعني عنده إمكانيات كبيرة كيتحط في مواقف كما الموقف اللي يتحط فيه في مبارات الهلال السوداني يعني كأنك أنت تحط خلينا في بيترو تلاتيكو ما نبعدوش ما نبعدوش ولكن لأنه صاروا نفس الأخطاء لما تشوف كرة في شاوط لولاني يعني الكرة اللي كانوا وجه لوجه مع الحارس يعني كأنه نفس الأخطاء اللي قاعدين يتكرروا من مبارات الأخرى هذي نقاط اللي يبني عليها التراجي لحقيقة ما نفهموش تراجي هلأنه المشروع حاليا هو تتويش بدوري أبطال إفريقيا الموسم هذا أو فما مشروع لسنوات القدام اللي هنا لازمنا نفهمه خطر كن نسمع المشروع أنه التراجي كنشوفه المنافسة في السوبر ليك التراجي كان ينجم يترشح للنهائي وحتى يتوجه بها لكن كي تجي اليوم وتشوف الوجه الباهت للتراجي وبرشة ملعبية تراجع الأداء متاحهم نطرح برشة نقاط استفادة هل أخطأ التراجي ولا خم نقولش أخطأ ولكن هل رفع السقف طموحات جماهيره بالمستوى اللي بان بي في الدوري الفريقي؟ الحقيقة رفع المستوى برشة خاصة مبارات تي بي مازنبي اللي خلت يعني جمهور التراجي يرفع البارة الفوق ياسر ويقول أنه الفريق حاليا جاهز لا لازمنا نكونوا واقعيين فما جروب جديدة موجودة في التراجي التراجي نجم يمشي المراحل متقدمة لكن أنه باش نقوله ينافس ما ينجمشي نافس تراجي فما في رق حاضرة كتشوف بيترو أتليتيكو الأسلوب اللي يلعب به الملعبية الأجانب اللي موجودين يعني كتشوف رودريغو رودريغاز استنينا باش يرجع ويعطي الإضافة في الهجوم كان تقريبا غايب وسمه بقرة على الجهة اليسرى وحتى حسام الدين غشة على الجهة اليمنى فماش إضافة كانت في المباراة يانساس كيف كيف استنينا باش يرجع خلف المهاجم باش يعطي التمريرات المفتاحية ولا التمريرات اللي باش تخلي زملاء ويسجلوا الأهداف ما كانش موجود يعني هذي الكل لك رغم أنه تراجي في بعض الكرات كما توزيعت محمد أمين بن حميدة في الشوت لول كان ينجم يسجل هدف يعني رينا بعض الفرص ما تراجي لكن فما برشا نقايص أنه فريق يجي رعب ضدك في رادس ويوصل بالسهولة ذيك يعني المرمى الفريق برشا خدمة خاصة على المستوى الدفاعي واضح وغياب الأفكار في النادي الأفريقي مهدي بن سلمان باش نختمو لغيفيو دو بخيس لليوم بممثل تونس في الكاف في النادي الأفريقي اللي مالو غزمون قاد للهزيمة الأولى في المسابقة هذي بعد دو فيكتوار دافيلي ذيد ريفرز يونيتد في نيجيريا واحد لابريس حتى التيتر في اللقين أكوخ دي دي وحكايت على محدودية الأفكار والحلول في اللقاء هذا اللي ظهر فيه الأفريقي بأداء جيد وحركي لكن غابت عليه الدقة المعهودة الأفريقي في دي بلاسموني جيريا كان يمني النفس بالعلامة الكاملة ولكنه استطد بفريق قوي ومنظم أدوميسيل كان قدام حتمية التدارك بعد خسارته في الجولة الفارطة ضد دريمز الغاني في نين بلايش المدرب سعيد السيبي قام بتعديلات في التشكيلة الأساسية بقحاموا بيكورو ورشاد العرفاوي كأساسيين في حين تم الإبقاء على حمدي العبيدي وشهاب العبيدي على البنك بالإضافة لعودة إيدو ممثل تونس القام مشاكل في الترانزيسيون والانتقال الهجومي استطد بفريق نيجيري بيان ستركتوري جاء أول أليرت من عنده في دقيقة 35 وكرة صدى لها الكابتن معز حسن ضغط الفريق نيجيري التوج بهدف في دقيقة 43 عن طريق قائد الفريق نيمان واغا رد الإفريقي جاء سريع بعد بدقيقة وفرصة كبيرة تفنن في إهدارها رشاد العرفاوي بعد أسيس مصرار في كانت تجيب التعادل للإفريقي الشوط الثاني شهدت استفاقة الكلوب اللي جاءت عديد من الفرص أولها تصويبة إيدو اللي تصدى لها الحارز ثم تير المزيان اللي مست في القائم في دقيقة 57 ميتون ثاني شهدت استفاقة فريق باب جديد وسيطرة كلية لكن مالورزمون ما جابتش معها هدف التعادل بشيوف اللقاء واحد بلاش مع ان تصار فريق دريمز أكاديمي كالوبيتو تلخبت الحسابات في الجروب سي وأصبح ثلاثة في رق الكلوب ودريمز وريفرز في رسيدهم ستة نقاط بوشونس لنادي الإفريقي في اللقاءات القادمة وهبي رغم الهزيمة نادي الإفريقي ما زالت أماله وافرة وموجودة وبقوة زادة الوصول للدور القادمة كالسوكوفدرية الإفريقية ولكن حتى الغضب من البعض على قدام نادي الإفريقي هل عنده مبر معنى انك اليوم تخسر مقابلة واحد بلاش بعد ما تقدم مقابلة محترمة جدا لما نساوي نادي الإفريقي هل نتيجة واحد بلاش صحيح ولكن نتيجة لا تعكس المستوى اللي قدموا نادي الإفريقي في المقابلة لحقيقة نادي الإفريقي في مقابلة البارح قدم مبارات مقلوش كبيرة ولكن مبارات جيدة انك تمشي تلعب في نيجيريا وخاصة ان شاء الثاني تفرض اللعب وتمشي وتحاول تسجل والضيع فورسكي منها الكاكي يعني الفريقي قدم وجه طيب ممكن الحاجة اللي متعود بها جمهور نادي الإفريقي منذ انطلاق الموسم انه يحسن مبارياته منذ الشوطلول والشوطلول ممكن اختار المدرب سعيد السيبي اسلوب انه يقعد السنة المنافس حدلين يجيه يقبل الهدف يعني بعد امشاه للأطاق ممكن النقطة الوحيدة اللي نعيبوها عليها لكن مفهوم كنشوفوا درجات الحرارة المرتفعة في مبارات البارح لكن نادي الإفريقي لحقيقة نتصور في الوقت الهزيمة هذية ممكن ترجع تخلي برشة ملاعبية وفما حتى الإيطال الفني يرجع حسابته في بعض النقاط كما نحكيه مثلا على ملاعبي بيكورو لحقيقة ما هيش اول فرصة يخوه في النادي الإفريقي في بعض المباريات يظهر بأداء جيد وفي بعض المباريات يظهر بأداء ومش ولابد بعض الأحباء من نادي الإفريقي يقول لك مانيش في وقت اني بش نصبر على ملاعبي هذا موسم جمهور النادي الإفريقي يرغب في التتويجات كيف جمهور النادي الإفريقي منحقه وانه يغذب خاصة كيشوف أداء فريقه في المباريات التي تعدات كيف كيف فريقه مرشح للتتويج بالعقاب كأس الكاف في الموسم هذا وفي مجموعة نعتبرها مجموعة يعني متوسطة بالنسبة لنادي الإفريقي يعني نجمي ترشح فيها بسهولة في صدرة المجموعة لكن هزيمة البارح واحد سفر لكن الفريق يبني عليها برشة أخطاء لحقيقة الهدف خاصة الهدف نعيب على جزء من العبية نعيب على طيب مزياني ما كانت تفهم عمالي الضغط على الملعب لقدم تمريره يعني طيب مزياني قعد في الهجوم تقريبا ثم التمرير المهاجم فريق ريفيرز يونيتد يعني اختي الكرة براحته حط العمراني في ظهره وداره وشاط الكرة يعني تزديدة بطريقة ياسر سهل يعني كي انه العمراني قعد يتفرج فيه وخطأ من عمل العمراني فما عباد تعيب على معزع سن لقيقة منعيبوش عليه برشة معزع سن في الهدف نتصور اكثر اللعب يتحمل مسؤولية الهدف هو عمل العمراني اخطاء يتعلم منهم نادي الافريقي ما زال باركور قدامه مباراة الجاية الرطور في رادس موش الاربعة هذا الاربعة اللي بعده نادي الافريقي يعني قادر باشي حق ثلاثة نقاط ويقعد في الصدارة النقطة الايجابية رغم الهزيمة نادي الافريقي ما زال في صدارة المجموعة حاليا وما زال قدامه برشة خدمة واضح اذا هذا شنو كان عنا مهدي في ابرز ما قالت وكتبت للصحفة المحلية على المستوى الرياضي لليوم نمشي معاكم للفقرة ثانية